شوف يا جماعة زي ما قلتلك قبل كده طول ما تشافي قاعد فوق ربنا بيكرمنا تحت هي تعرفت خلاص وبعدين بقى يا جماعة مش قادر يستحمل بصراحة حط لكم باتيك الشاي ده على جنب بس هو كان رفيني عنده حق لما جابه الجول وعمل لك علامة الفار ايه عم الفار انت محتاج فار والله وراه الجول ده تحسب افصيد ليه يا معلم قلولي يا جماعة يمكن انا محتاج نضارة ولا حاجة نرجع الشاي تاني بقى حاجة انفانتينو لازم تشوف حل في حوارات التوقف الدولي ده عشان اللعيبة بترجع مش قادرة تشير رجليها ليفاندوفيسكي مش قادر يتنفس ومدايع له 3 اربع اجوال ولمينيامال ورافينيا الدنيا ماشية بالزق فبالله عليك ماشي معنا الدنيا ده الاخوية تشافي بالله عليك يا اخي اد فرصة لجواه فليكس الراجل بينزل يحللك الدنيا وكويس وبيسمع الكلام والدنيا حلوة يعني ادي له فرصة بعد ازنا يلا بينا بقى هنشوف ايه اللي حصل في ماتش برشلونة ولاسبالماس التوقف الدولي خلص ورجعنا للليجا واقسارت الليجا يلا بينا نشوف محفظتك في ايه عم تشافي نبدأ بالتشكيلة اشتجن في حراسة المرمى كنت يمين زي ما تعودنا وكنسله شمال ونظرا لأدأكو بارس الملفت للنظر بقى هو الاساسي والمدافع اللي جنبه هو اللي بيتغير الماتش اللي فات شوفنا اروخه الماتش ده بقى بنشوف اينياجو مارتنيز وقاروخه على الدكة ونظرا لغيابات وسط الملعب فبيلعب باللي موجود جندجان وجنبه فرميل لوبز وجنبه سيرجو روبيرتو اللي اتنين المتقلقين اللي بصراحة مقدمين اداء ممتاز جدا وفي الهجوم السلاسي المعروف لمينيا مال على اليمين رافينيا على الشمال وليفاندوفيسكي مهاجم صريح لاس بالماس بدأوا الماتش وهم ضغطين على برشلونة وكان فيه خطورة على مرمى تيريش تاجي حتى لما رافينيا جابت جول اللي اتحسب اوف سايد فضل بلماس مكمل في الضغط وبيلعب على المرتدات وسرعة لعبته سيبك بقى من كل ده هي كورة رافينيا دي اوف سايد ولا لأ قل انت والعلمك برضو احنا بنقول لنا واللي علينا رافينيا نحية الشمال كنا بننتقده كتير وفي بداية الماتش فعلا كان مختفي شوية لما رافينيا قرر انه هو يخش جوه المنطقة او يسيب مساحة الكنسلو يتير بيكون هو اخطر ومؤثر اكتر على المرمى وده بيخلي رافينيا يعمل عمك هجومي بيبقى قريب للجول ويكون مؤثر سواء بقى سجل او ضيع بس بيحاول برشلونة ورغم التكتل الدفاع اللاس بالماس الا انه قدم مطش مماس جدا من الاطراف سواء من عند كنسلو او من عند كوندي السبب في ده ان شغل لامينيا مال ورافينيا كان دايما في عمك الملعب فكانت اي لمسة منهم مؤثرة وخطيرة ده غير طبعا الكورة الطويلة البرشلونة اللي كانت بتضرب خطة فعل اس بالماس وبتسبب خطور عليها وده بان في اكتر من كورة ليلفندوفيسكي وجون رافينيا اللي اتحسب اوفصايا وكمان كورة رافينيا اللي الحارس اترد فيها وفكرة وجون رافينيا كلعب حر ما بين الباك والمساك كانت سبب في ان احنا نشوفه فيق بالشكل اللي شفنا ده بيرمن لوبيس بيكمل تقلقه وكان عامل حيوية في وسط الملعب شفت يا اخي تمريرته في الجول اللي اتلغى سحر والله وكان العادة طبعا جندجان اللي كان شبه الماسترو بيوزع سحر في الملعب يا جماعة ونجح في انه يعمل اكتر من كورة طويلة بتضرب خطوط بالماس كبرسي بقى يا جماعة والله يا بسم الله ما شاء الله بجد بسم الله ما شاء الله الراجل من كتر تمريراته الدقيقة بقيت احس انه هو بيلعب كصانع العرب متأخر كده مش مدافع لا وللفت نظري قوي بقى الدور الدفاع القوي اللي عمله لامين يا مال في الشوت الاول الوقت كبر ما شاء الله وجنب الدور الهجوم اللي بيعمله بقى بقدر يغطي كوندي دفاعيا كمان الحلاوة دي اشكلنا كده يا جماعة على معاد مع اسطورة جديدة نمسك الخشب كده وربنا يبعد عنه الاصابات ورقم عشرة وردت على طول كمرتدة اللي فاندو فيسكي اللي راح شبه انفراد ولكن كان بطيء فيها وضيحها اجمالا كان شوت مميز جدا من برشلونة من ناحية السيطرة والاستحواز ولولا تقلق حارسين لاس بالماس كان برشلونة ممكن يسجل اكتر من هدف ولولا رعونت لعبتو وابرازهم ليفاندو فيسكي اللي مضيع لوحده 3 اربع اهداف ما ننساش برضو ان راس مال لاس بالماس السلام عقافي ولو طولكوا شوفوا الحاجة في الشعر كانت الهجمات المرتدة اللي لو كانوا استغلوها صح كانوا ممكن يسجلوا هدف في برشلونة في الشوت الثاني برشلونة بدأ الماتش ضغط وكان بيدور الكرة في كل حتة في الملعب لكن ما كانش عارف يستغل ده حاولوا يستخدموا سلحة تسديد مع فيرمن لوبيز مفيش فايدة طب لا مين يامال يرفع مفيش فايدة برضو والدخول والاختراق جوا المنطقة في الاس بالماس كان ممنوع وكان ناقص برشلونة في الوقت ده بقى لاعب يقدر يصنع الفارق سواء في الاختراقات او في سماعة اللاعب عشان كده شفنا تشافي بيدفع بجواه فيليكس على حساب فيرمن لوبيز عشان يقدر فيليكس يعمل زيادة هجومية وتكسب لاعب عنده خبرة وحلول فعلا بعد نزول فيليكس بثلاث دقايق بس عمل اوفر بالسم ضرب بيه خط ادفاع لاس بالماس اللي راحت على دماغ رفينيا اللي سجل هدف التقدم والهدف الوحيد اللي برشلونة في الماتش خلي بالك رفينيا اللي انت بتتريع عليه ده لحد الان مسجل خمس اهداف الدوري وصنع سابعة الماتش ده بنعتبره ماتش التفاصيل الصغيرة زي طرد حارس لاس بالماس اللي اثر كتير في النتيجة وكذلك نزول جواه فيليكس اللي حرك رفينيا وخلا في العمقه اكتر في وسط الملعب وفوقات تانية برضو كنا بنشوفه بيلعب كمهاجم تاني مع ليفاندوفيسكي وده زود النزع الهجومية للبرصة في مواجهة تكتلات لاس بالماس بالاضافة ان فليكس مماس جدا في التحركات وخاصة التحركات اللي بين الخطوط وغير كده تمريراته اوفراته مزبوطة الانطلاق والابداع سواء بالتسجيل او الصناعة وكمان بيدي فرصة اللي يبزي يكنسله انك تستفاد منه هجوميا اكتر وده اللي فرق كتير جدا في خط هجوم برشلونة واللي بسبب تكتل دفاع لاس بالماس الفريق كان بيهاجم بكل خطوطه تقريبا لدرجة ان احنا بنشوف اول لاعب في خط دفاع برشلونة موجود في اول نص ملعب لاس بالماس مش كده يعني يا جماعة والله في الداية تسعة وستين خرج لمين يا مال ونزل فران توريس في اول زهول ليه بعد الاصابة واول لما ينزل فران توريس كالعادة يعني جواه فليكس بيمس عليه بتمرير برسة ما بين الخطوط بياخدها وبيشطها لكن بتحسب اوفصاية كان واضح اوى على لعيبة برشلونة تأثير التوقف الدولي والارهاق اللي كان واضح عليهم لانهم لعبوا ثلاث ماتشاط في اسبوع وده بان اوي في بطء الفريق في الارتداد واستخلاص الكورة ولولا نقص العدد اللاس بالماس كان ممكن البرسة يعاني وبالنشط الحجة ينفنتينو في الفيفا بقى شوف لك حل في القصة دي الفرق مش لها يا لعبتها اللعبة بترجع من التوقف الدولي يا اما بيبوا مصابين يا اما بينزلوا الملعب مش قادمين يشيلوا رجليه وفي النهاية بقى كده يا جماعة ماينفحش ننسى تيريش تيجن اللي عودته أثرت على شكر برشلونة بالإجابة الحارس الألماني المتقلق حافظ على نظافة شباكو في خمس ماتشات متتالية في الدوري الأسباني لحد الآن عايزين الحاجات دي في ماتش باريس بقى؟ في النهاية فوز مهم البرشلونة أمن بيه المركز الثاني والأفضل من كل ده بقى كله إن الماتش النهاردة يا جماعة من غير إصابات الله أكبر والماتش ده يعتبر هو أفضل استعداد لماتش باريس وربنا يسطر نروح بقى لسؤال الحلقة من وجهة نظرة كنتا هل برشلونة هيقدر يعد باريس سان جرمان ويوصل لنص النهائي؟ بله صعبة ما تنساش بقى تعمل لايك وشير وصابس كاف على الجرش النجراء الكل جديد وشارفنا برايك في الكومنتات أنا أحمد حمودة سلامة